لايكوشيرو صلي عزين ودعي نفسك والوالدين والغير عاوز اتكلم معاكو في موضوع مهم جدا صلى على سيدنا النبي لايكوشيرو صلي عزين من فترة اتكلمت عن اللاعبين المزورين في منتخب الشباب مع كابت المؤمن سليمان وذكرت اللاعبين بالاسم اللي كانوا مزورين وعملوا اختبار تاني ومنهم ناس طلعت براءة ومنهم ناس تم استبعادهم ومن الناس اللي كانوا متهمين كان ايمن امير عبدالعزيز نجل الكابتن امير عبدالعزيز وعمه كابتن ايمن عبدالعزيز النجم الكبير وده طلع براءة وانضم للمنتخب واعلنت ده واعلنه كابتن خادر الغندور في قناة الزمان وبيقولوا عليه انه لعيد موهوب جدا لكنه تم استبعاده من المنتخب من كابتن مؤمن سليمان وقال عمل حاجات مايصحش اقولها عشان مستقبله كابتن تامر عبدالعزيز هاجم كابتن مؤمن سليمان وقال له ازاي تستبعيده الموجودين في الفرقة هواخد اكتر من تاتين لعب وتاتين لعب وبحرصت المرمى وكله هاي غارب بس خاد على اساس ان يدليه لعيبة مش مزورة عشان يعدها بشكل جواس على مدار سنتين لدخول بطولة افريقيا وكأس العالم باذن الله تعالى فكابتن تامر عبد حميد هاجم مؤمن سليمان مؤمن سليمان رد عليه في تصريحات عنيف وقال له اللي عمله الولد مش هينفع قوله عشان هيقضى على مستقبله وانا يعني حريص على مستقبل الولد ورافض ان يقول ده لانا باستغرب له وهي ان الناس في نادي الزمالك بتحارب مؤمن سليمان يعني مؤمن سليمان ابن نادي الزمالك اول مرة يمسك منتبخ وقال لك ده عمل قال على ايمن امير عبايز ده في بعض المواقع عمل مصيبة ما تتحكيش انا ليه كتامر عبد حميد او ام هاجم مؤمن فمؤمن يوم ايلي الكلام ده لحظوا ان فيه ولد في النص اللي هو ايمن امير عبدالعزيز ما خلاص استبعده بعد السنة الجاه هيضمه استبعده في المواسكر الجاه هيضمه استبعده والولد هيبقى كويس وهيضمه لكن نعود كل شوية نعود نهاجم في مؤمن سليمان ونستخدم نجلة كابتن امير عبدالعزيز حجة للهجوم على مؤمن سليمان ما يصحص يجب انه ساند الجميع خاصة ولاد نادي الزمالك سانده من نادي الزمالك ما راجل مسج منتخب سانده ده عمو وهو ده محب على قلب ياخد كل الناشئين من الزمالك لكن بياخد من الاهل ومن الزمالك ومن المصر ومن المحلة ومن المقاولين ومن المنصورة ما ياخد اللي هو عاوز وعمل شيء ده طيب عمل موضوع يتحارب موضوع التزوير ده وخلى كل الاندية والتحاد الكرة يفرض على كل الاندية العام المقبل في مصابقات الناشئين انهم يعملوا هذا الاختبار لللاعبين لو بتاع الاسويرة ده طب الراجل شغال كويس بتهجموه ليه واخد ست لعيبة ولا سبع لعيبة من نادي الزمالي مش فاهم انا بيتحجم ليه هل هو غلط ان يمشي صح هل هو بموضوع الاسويرة ده والتزوير ده كشف ناس او مافيا التزوير في الاندية فبالتالي فيه حروب باشكال مختلفة على مؤمن سليمان وبعين تاخد حجة لعيب اللي هو ايمن امير عبدالعزيز حجة عشان تبقى انت بتهجمه بشكل عنيف ده كلام صعب للغاية كلام صعب للغاية وكلام ما يصحش ابدا 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 من المسئولين فيه بلاش المسئولين بقى مش كوش نقول المسئولين من ولاد نادي الزمان من ولاد نادي الزمان نحظة يا بي كده لا 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 فده موضوع صعب للغاية من ولاد نادي الزمالك ما فيهش هاجم مؤمن سليمان انا شخصيا لا تجمعني اي صداقة بمؤمن سليمان كان ليا ملحظات عليه وهو بيمر النادي الزمالك وهو ممكن ما يبقاش بيستلطفني ولا حاجة وده ما يهمنيش في حاجة طبعا اللي يهمني انه هو عمل شيء كويس محاربته للتزوير ده شيء كويس وبدأ صح ندعمه ونسنده من اجل ماصر وصناعة منتخب قوي احنا مش فرحانين انه كل منتخبات النشيلة عندنا بتطلع بدري ما بقى لاش نوصل افريقي مش نوصل كاسعال فخلوا الرجل يشتغل صحي بإذن الله وربنا يوفقه ومصر زخيرة بالمواهب المميزة في كافة الاندية اهل وزمالك ومصر والتحاد ومحلة ومنصورة واسماعيلي اللي عامل نتاج رائعة مع كابتن ايهاب جلال ربنا يوفقه فبالتوفيق لكابتن مؤمن سليمان وعلى اه اه وانا بحيي انه مرضاش يحكي واقعة اه ايمن امير عبو عزيز اللي الف الوطن ده عامل مصيبة متحجيس ولن ارد لاني ناجله صنع كارثة فيعني على كابتن امير توفيق فلايك وشير وصلي عزينه ده لنفسك والولدين والغير جاء انا الان ان وليد سليمان عنده تمزق في الخلفية تمزق في الخلفية بيحتاج جياب من 3 الى 4 اسابيع يعني هيبقى ده النهائي التاني اللي هو ممكن ملحقش النهائي طب بس ان شاء الله يلحق وفرض منحناشي عم وليه قدر الله مش اقفع قضى خف من قضى دكتور احمد ابو عبل له قال فترة علاجه من 3 الى 4 اسابيع سأل الله يلحق